نستكمل في درس المذاهب الفقهية الأربعة وهو من الدروس التي تحتاج إلى ضبط في المعلومة ضبط في المعلومة لأن المعلومات متشابهة من المذاهب الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي شوي بدها ضبط حتى نعرف تاريخهم تعريفاتهم نشأتهم كل الأمور التي تدور حولهم بإذن الله عز وجل بشيء من الاختصار والترتيب يعرف الفقه الإسلامي مثلا المذاهب الفقهية الأربعة المذاهب الفقهية فلازم تعرفش يعني فقه الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية طبعا هذا التعريف أخذت بصف تاسع أنت بالضبط العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية أحكام شرعية عملية يعني باختصار هو الحكم على كل أفعالك وأقوالك يعني أنت حكيت هيك شو حكمها عملت هيك شو حكمها ما عملتش هيك شو حكما قصرت في هذا الباب شو حكما وهكذا أحكام شرعية يسموها عملية أي ما تعملها والعمل قول وفعل المستنبطة من أدلتها التفصيلية هذه الأحكام الشرعية مأخوذة من أدلة قبلها من القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة والعرف والسد الذراع وشرع من قبلنا وغيرها وغيرها من مصادر التشريع الهدعاش مذهب الفقهية نعرف مفهوم المذهب نشأته التعريف فيه طبعا مالكي حنبني شافعي حنفي أسباب الاختلاف لماذا اختلف العلماء لماذا اختلف المذاب أو مثلا تقول ولا قادة الشافعية هيك ويقول الحنابي لعكسهم طب معقول الدين منفصل أو الدين فيه رأيين متضادات لهذه الدرجة فيه أسباب للاختلاف تتمحور حول يعني عدة أسباب أهم هذول الأربعة اللي هي اللغة العربية أو اللغة بشكل عام وصول الحديث وثبوته فلان وصلوا الحديث فلان ما وصلهوش فلان ضاعف الحديث فلان صحح الحديث وصول الإستنباط اللي هي هذول المظاهج هذول بيسموه المصادر القرآن والسنة والاجماع والقياس هذول بيسموه متفق عليهم كل الأمة متفقة عليهم يعني عشان نرجع لحكم شرعي لا بد من هذول الأربعة القرآن والسنة والاجماع وقياس لكن هناك مصادر يعني مختلف فيها لهي أصول الإستنباط هذول في عنا مجموعة من أصول الإستنباط مختلف الأمة فيها مثل قول الصحابي مثلا قول الصحابي معتبر عند الحنافية غير معتبر عند الحنافية يصير واحد من الأسابة لاختلاف وهكذا اختلاف العادات والأعراف أنه الشافعي مثلا كان في بلاد الشام والعراق تختلف عن بيئة أهل المدينة اللي هو مذهب المالكية الإمام أحمد بن حنبل عاش في منطقة معينة يختلف عن الإمام أبو حنيفة اللي أصلا وظيفته كان تاجر كان محدث وهكذا يعني ظروف معينة من عادات وتقاليد وأفكار تجعل هناك أسبابا للاختلاف مفهوم المذهب الفقهية يطلق مصطلح المذهب الفقهي على الطريقة التي سار عليها الأئمة الفقهاء في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية التي بنى عليها العلماء الفقهة فيما بعد اللي هي الطريقة مثلا لدينا مذهب فقهي يعني مذهب فقهي هي الطريقة التي سار عليها ذاك المذهب في الوصول إلى الحكم الشرعي يعني شو الطريقة اللي سار عليها شو الأساس اللي استخدموا شو الأشياء اللي استنبطها شو الطريقة اللي عملها حتى وصل إلى حكم شرعي معين مثلا أنا بدأ روح من هون على الحي الشرقي مذهب الحنفية سارة من هون على دوار المدينة الرياضية على مجمع مال راح لهناك في واحد لا بنزل من هون على دوار البياضة بيروح واحد ثالث بيروح بطريق ثالثة واحد رابع بطلع على يدون وبرجع يعني عدة طرق توصلنا لنفس النقطة في هناك مذهب استخدم طريق معينة فوصل إلى نقطة في هناك مذهب ثاني استخدم طريق ثانية في الوصول إلى تلك النقطة وهكذا نشأت المذاهب الفقهية كان الصحابة رضا الله عليهم مرجعهم الأساسي هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني تحكي ليش مثلا إحنا ما بنرجع للنبي لما كان النبي موجود بين الصحابة والسلف الصالح وضاء الله عليهم جميعا وصل الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام لما كان موجود كان مرجعهم الأساسي هو النبي عليه الصلاة والسلام فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهو أولى الإلمي منكم يعني بدنا الله عزل والنبي عليه الصلاة والسلام القرآن والنبي موجودين فالحل عندهم دائما لكن عندما اختلفت الألسن ودخل غير المسلمين في الإسلام غير العرب في الإسلام واختلطت اللغات وتوسع الإسلام ومات النبي عليه الصلاة والسلام وينقطة مهمة جدا وبدأ العرب يفسرون القرآن الكريم تفسير بالمأثور وبالمنقول يعني وبالعقول تفسير إلى عدة طرق بدأوا يفسرونه في المأثور أي على لسان النبي وينقلون تفسير النبي في المعقول اللي هو في العقل يفسرونه حسب الواقع الذي نعيش فيه وكله صحيح لكن كان هو واحد من أسباب التي نشأت من خلالها المذاهب الفقهية التعريف بالمذهب الفقهي أولا المذهب الحنفي هو النعمان بن ثابت ولقبه أبو حنيفة ورد في الكوفة في العراق من شيوخ حماد بن أبي سليمان شيوخ المذاهب دائما يعني مش منتشرة كثير على الألسن من تلاميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر وغيره من التلاميذة ولكن يعني أبرز ثلاث من تلاميذته محمد وأبو يوسف وزفر في مدينة وفاته في مدينة بغداد يعني مات وعاش ومات في العراق رحمه الله عز وجل أبي حنيفة النعمان تبع أبو حنيفة مع تلاميذه من هذه تقوم على أساس الشورى في النقاش والاجتهاد هو كان يشاور ويبحث المسألة مع تلاميذته ثم ينطق بالحكم الشرعي طبعا كثير من الأحكام الشرعية خالف فيها تلاميذة أبو حنيفة خالفوا فيها أبو حنيفة واشتهر بالفقه الافتراضي أيضا يعني اشتهر بالفقه الافتراضي يعني يقول هب أن مشكلة أو أمرا حصل في زمن معين فيضع له حلا يعني يفترض المشكلة والحل يعني فتوى مش موجودة أو مسألة مش موجودة يفترضها افتراضا ثم يضع لها حلا يعني هو يحط السؤال والجواب يحط السؤال والجواب وهذا ما جعل فقه أبو حنيفة يعني يصدح لكل زمان ومكان أكثر من غيره من المذاهب لأن كثير من المسائل التي نعيشها الآن قد أجاب عنها أبو حنيفة وسأل نفسه عنها أبو حنيفة وأجاب قبل أن تحصل يسمونه أبو الفقه الافتراضي المذهب المالكي هو أبو عبد الله مالك بن أنس المدني ولد في المدينة المنورة ولم يغادرها إلا للذهب إلى الحج وعاش ومات في المدينة من شيوخ ونافع من عبد الله بن الإمام الزهري عبد الرحمن بن القاسم والإمام الشافعي تخيل الشافعي تلميذ عند الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم طبعا له كذلك تلامذة آخرين أسد الدين من الفرات له سحنون وغير والإمام الشافعي كذلك تلميذ عنه عبد الرحمن بن القاسم وكثير من تلامذة الإمام مالك رحمه الله عز وجل طبعا توفيه في المدينة 679 هجري يعد المذهب المالكي ثاني المذهب الفقهية ظهورا وقد أجمع المسلمين وخاصة أهل المدينة على صحة هذا المذهب وعلى أنه يعني يعتبر أمير المؤمنين في الحديث وإمام دار الهجرة رضي الله عنه وأن الله وله كتاب اسمه الموطأ في الحديث الذي جمع فيه كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كان الإمام مالك يتبع أسلوب التلقين أسلوب التلقين يعني أسلوب بحفظ تحفير المعلومة اللي عنده يطيها لطلابه تلقينا وليس هناك مجالا للنقاش الكثير والطويل مع الإمام مالك ما فيه خلص الفقه اللي عنده يعطيك معلومة ثابتة لا مجال فيها للنقاش أبدا بعكس الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله عز وجل المذهب الشافعي هو أبو عبد الله محمد من إدليس الشافعي القرشي يرجع نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولد في غزة في فلسطين 1950 هجري من شيوخه مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة والإمام مالك شيوخه الإمام مالك وهو تلميذ عنده التلاميذ المزني وأحمد بن حنبل تخيل أحمد بن حنبل اللي هو المذهب الرابع تلميذ عنده الإمام الشافعي وطبعا توفيه في مصر سنة 204 هجري تلاحب أن كل واحد فيهم تلميذ عنده الباقين والإمام مالك معلومة سريعة الإمام مالك تلميذ عنده محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف وزفر تلميذ عنده تلاميذة أبو حنيفة أبو حنيفة عنده ثلاث اللي هو محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف وزفر من تلاميذتهم هذول الثلاث الإمام مالك رحمه الله عز وجل فكل واحد منهم تلميذ عنده الآخر رحمهم الله عز وجل جميعا تذفي الإمام الشافعي وهو صغير حملته أمه وعمره يومئذ سنتان طبعا توفي والد الإمام الشافي عفوا وهو صغير وحملته أمه ووضعته عند الشيوخ وتتلمذ وظهر علمه الجم والكثير منذ صغره حيث حفظ الموطأ في سن العاشرة وحفظ القرآن أيضا في سن العاشرة وتنقل بين حلقات العلم الكثيرة حتى وصل عمره 18 سنة وهو في مكة المكررة بعد ذلك انتقل إلى المدينة المنورة ولازم الإمام مالك وكان من تلامذته رحمه الله عز وجل ثم عاد إلى العراق ووضع المذهب الثاني لأنه كان عنده المذهب الأول في بلاد الشام والمذهب الثاني المذهب الأول في العراق والثاني في بلاد الشام حيث اختلاف العادات والتقاليد والأفكار هنا جعلت منه كثيرا من الفتاوى يغيرها طبعا ألف كتاب الأم والرسالة في الفقه وأصول الفقه طبعا معلومات هي خارجة عن الأمور اللي أنت بدك إياها المهم الفقه وأصول الفقه بغض النظر شو الفرق بينهم الآن لسنا في معرض الحديث عن الفروقات أحمد بن حنبل الشيباني والذي في بغداد الشيوخ الإمام الشافي عسوثيان بن عيينة من تلامذه ابنه صالح وعبد الله وأبو بكر بن الأثرم هي الإمام أحمد تلامذه صالح وعبد الله أولاده وأبو بكر بن الأثرم وتوفيه في بغداد 241 تجري طبعا توفيه والد الإمام أحمد طبعا وهو صغير وعانى الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وكان يعذب ويهان رحمه الله عز وجل وألف مسند الإمام أحمد في الحديث النووي الشريف وضم كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعد رابع المذاهب الفقهية ظهورا وانتشارا الآن أسباب الاختلاف الاختلاف اللغة أهم أسباب الاختلاف عند الأمة الإسلامية في المذاهب الفقهية الأربع اللغة أنه هنا باللغة العربية بعض المصطلحات لها عدة وجوه في الفهم يعني كلمة واحدة تكون لها معاني كثيرة فاستخدام هذه المعاني في القرآن الكريم ومحاولة تفسير القرآن الكريم عن طريقه بيولد خلافة مثلا الحرف الباء مثلا وامسحوا برؤوسكم حركة معينة كلمة معينة لها عدة معاني فتسبب ايش؟ اختلاف وصول الحديث وثبوته عنا مجموعة من الأحاديث وصلت للمذهب الحنفي هذه المحاديث لم تصل للمذهب المالكي فكان الحكم الشرعي المستمت من هاي الحديث موجود عند الحنفية غير موجود عند المالكية يعني هل وصل الحديث؟ يعني مثلا مع خبر معينة أو معلومة معينة انت سمعت صاحبك مسمعهاش انت استنبطت حكم شرعي من هاي المعلومة لأنه وصلتك صاحبك ما استنبطت حكم شرعي من هاي المعلومة لأنه أصلا هي ما وصلته فهي ما عنده بالنسبة له في حكم العدم أصول الاستنباط لكل مذهب فقري أصول في الاستنباط تختلف جزئياته وتختلف هذه القواعد لحسب هذا المذهب مذهب معين عنده عرف أهل المدينة دليل مثل الإمام مالك بيقولك أهل المدينة وفعل أهل المدينة دليل على حكم شرعي الإمام أبو حنيف بيقولك لا أهل المدينة مثلهم مثل غيرهم أعمالهم ليست حكما شرعيا وهي كيف ترى فأي عمل يقوم في أهل المدينة عند الإمام مالك حكم شرعي عند أبو حنيفة وجمهور العلماء الباقي من الحنفية والمالكية والحنابنة لا يعتبرونه حكم شرعي فصار هناك اختلافا لأنه فيه اختلاف في أصول الاستنباط بعض الجزئيات الدقيقة اختلاف الأعراف والتقاليد اختلاف في المكيال والميزان والصاع مثلا والمد الصاع في المدينة غير عن باقي المناطق فصاع أهل المدينة مثلا 2 كيلو إشي هادلاكا 2 كيلو ونصف أكثر واكد يعني اختلاف بعض المكيال والموازين والمقادير واختلاف بعض الأعراف والعادات تسبب اختلافا في الحكم الشرعي هذا عمل أهل المدينة اللي احنا حكينا عنه طبعا لا تنحصر المذاهب الفقهية في المذاهب الفقهية الأربعة لكن هي الأكثر انتشارا وقبولا والتزاما في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لكن هناك ظهرت مذاهب مثل سفيان الثوري الأوزاعي ليت بن ساعد سحق من رهويه الطبري الظاهرية كثير من المذاهب ظهرت لكنها لم يكتب الله عز وجلها القبول إلا لهذه المذاهب الأربعة